كلام طيب كلام طيب لقاء تواصلي من أجل البوح والحك والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية في عمق الحياة النفسية والاجتماعية كلام طيب فضاء حر لكم مستمعين الكرام مع الدكتور طيب كريبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن ما هو أعظم وأكرم عند الله تعالى من المتاعي الدنيوي لا شك أننا جميعا نبحث عن الدنيا لا شك أننا جميعا نجري ونتصابق من أجل نيل متاعي الحياة الدنيا هذا أمر طبيعي وفطري لكن المولى عز وجل الحنان المنان المربي يدلنا على شيء أفضل وأكرم وأنعم من متاع الدنيا الزائل يخبرنا بأنه لحرج في أن نبحث عن متاع الدنيا ولكن لا ينبغي أبدا أن نغفل بأن هناك نعيم آخر في انتظارنا هناك نعيم يستعد ويتأنق ويتألق في انتظار عباد الله المخلصين فما هو متاع الحياة الدنيا وما هو هذا النعيم الذي أعده الله تعالى لعباده المؤمنين أعظم وأكرم وأنعم من متاع الدنيا كل هذا يلخصه المولى عز وجل في كتابه العزيز فيقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل اونبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله مولنا العظيم أدعوكم أيها الأحباب الكرام أن نسبح في معاني هذه الآيات البينات العطرات ونتعرف عن حقيقة الدنيا وما لنا فيها ثم نتعرف عن ما ينتظرنا بعد عمر طويل ننتقل إلى عالم آخر ماذا أعد فيه المولى جل على في مستهل هذه الآيات ربنا يقول زين للناس حب الشهوات ما معنى زين هنا زين بني للمجهول من الذي زين لماذا لم يقل زين الله للناس وإنما قال زين بمعنى أن المزين المبني للمجهول قد يكون تارة هو الله جل جال علاه وقد يكون إبليس والعياد بالله فالله تعالى هو زين هذه الملدات والشهوات لأنه خلقها وأوجدها وهيئها للانتفاع بها كل هذه الشهوات التي سوف نذكرها من خلقها الله تعالى وهو الذي أوجدها وهو الذي ركزها في قلوبنا جعل في قلوبنا شهوات وملدت مركوزة وقد يكون المزين هو إبليس لأنه يستغلها فيميلها عن طريقها ويجعلها منحرفة فتكون هذه الشهوات فيها خديعة وفيها وسوسة وفيها إيقاع بالإنسان هذه الشهوات هي ربنا عز وجل ذكر منها سبعة أول ما ذكر ما هو قال زين للناس حب الشهوات من النساء أول شهوة ركزها الله تعالى في قلوب البشر هي شهوة النساء فربنا عز وجل لما خلق أبان آدم عليه السلام خلقه عازبا وظل آدم قيل أربعين سنة في الجنة يتنعم كان لم يكن عنده أي مشكل وحينما خلق الله له أمنا حواء هنا ستبدأ فتنة إبليس سيحو حوله وسوف يوقعه في المعصية هذا ما يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء بمعنى أن المرأة حضورها قوي في حياة الرجل الرجل قد يكون قوي وقد يكون عنده عواطف جياشة وعنده صلابة ولكن أمام المرأة يضعف وقد يغير مبادئه وقد يتخذ قرارات خاطئة لإرضاء المرأة يحكي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضور المرأة في العمل السياسي وفي القضايا الكبرى حتى قال إن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء معظم الخطايا التي وقع فيها بني إسرائيل في عهد موسى وفي بعده من الأنبياء الذين يتلوه دوما إذا بحثت في أي مشكلة ستجد بأن حضور مرأة قوية تؤثر في القرار لكن ليس كل النساء فتنة هناك النساء التي هن مؤمنات صادقات إذا هذه شهوة النساء هي شهوة زين للناس حب الشهوات من النساء المرأة إذا كان الغاية منها هي البحبة الصادقة والمودة والوئام والغرض منها هو تحصيل العفاف وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله إذا كان الغرض منها تكوين أسرة وإنجاب أولاد هذا أمر مرغوب فيه وهذا أمر مطلوب هذا هو التزيين الذي وضعه الله تعالى جعل المرأة بهذه المعاني الله زينها ولي خلقها بهذه الأوصاف الجميلة الجدابة وهو الذي جعل في نفس الإنسان رغبة وإنجداب وهو الذي جعل النسل لا يتم إلا بالاتصال بين الرجل والمرأة وبحياة مستقرة يتكاتر النسل وتكون الخلفة بهذا المعنى فالمزين هو الله تعالى وهنا المرأة طيبة وهي خير متاع كما قال رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حافظتك في نفسها ومالك هذه المرأة الصالحة خير متاع أعظم متاع فالمزين هنا قد يكون هو الله الخالق البارئ أعطاك امرأة فيها العفاف وفيها المودة وبها يحصل الخلفة هنا المزين الله تعالى لكن قد يكون المزين هو الشيطان لما تجد النساء يستعمل جمالهن سلاح للإغواء وللإغراء وللفتن وللإقاع بالناس في حبال الشيطان والعياد بالله يكون هنا المزين الشيطان جمال جمال المرأة تحول إلى سلاح ورونقها صار فتنة هذا معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين بعد أن ذكر حب النساء ذكر حب البنين هو متاع عظيم لأن الإنسان أعظم ما يحبه في الوجود هم أولاده أولادنا فلدات أكبادنا هم أكبادنا تمشي على الأرض قرة العين وأعظم محبة ممكن أن يقرها الإنسان هو لأولاده ومن أودع لنا المحبة هو الله تعالى جعلنا هذه المحبة في النفوس لماذا لبقاء ودوام النوع الإنساني إذا افتقدنا المحبة من الأباء والأمهات والأولاد قد يضيع النسل ولكن هذه المحبة بها الله تعالى يجعل البقاء الإنساني والنوع الإنساني دائما وباقيا وربنا سبحانه وتعالى حبا في الأولاد يجعل الرجل يحب المرأة وكذلك المرأة تحب الرجل لماذا حبا في الأولاد هذا معنى قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة المودة هي الحب الذي يكون بين الزوج والزوجة في أوله الحياة وقد قد تصيبهم بعض النكبات ويذهب هذا الحب يبرد البرد العاطفي لكن يبقى الأولاد الأولاد نعمة عظيمة الأولاد نعمة كريمة الأولاد بهم تبقى الرحمة فالرجل يرحم زوجته لأنه أم أولاده والمرأة ترحم زوجها لأنها أبو الأولاد ويصبر بعضهم على بعض ويستمرون في الحياة رغم النزاع كل هذا لماذا لبقاء النوع الإنساني ليكثر التناسل وتبقى هذه الحالة الغريزية مستمرة لكن ما معنى زينة هنا إذا كان المزين هو الله تعالى فهذا الأولاد غد يكون إنسان يحب أن تكون عنده أولاد تزوج الولود الودود فإني فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وفي حديث آخر قال فإني مفاخر بكم الأمم يوم القيامة فالذي ينجب الأولاد بغرض أن يعلمهم الدين ويكونوا صالحين في المجتمع وأنهم يبلغون رسالة الله وأنهم يكونوا يحمل المشعل بعده هذا خير عظيم وهذه باركة كبيرة هذا أمر محمود أما إذا كان يولد الأولاد فقط ليتفخر بهم أو ليستعملهم في بعض الخدمات أو ليدخل بهم في معارك هذا كله مذموم فالمزين هنا هو الشيطان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ثم قال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الناس يحبون المهل حبا جمع لقد خلق الإنسان وهو يحب المهل لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه واديان ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى إليه مثلات ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتبع الله على من تاب إنسان لا يشبع من المال إذا كان يريد المليون يصل إلى العشرة يصل إلى المائة مليون يصل إلى المليار يصل إلى عشرة ملايير ويستمر لا ينقاضي أبدا هل من مزيد هل من مزيد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ربنا قال والقناطير المقنطرة هذا تعبير عن ميزان معناه هو جمع قنطار هو تعبير عن وحدة وحدة للقياس بمعنى أنه مال وفير القناطير المقنطرة يعني لما تقاص في الميزان هي تقيلة جدا يريد أن يكون عندهم مال وفير لأن الأقدمون كان عندهم إما الدراهم المعدودة فشاروه بثمن بخص دراهم معدودة إذا كانت قليلة تعد بالدراهم وإذا كانت كثيرة لا تعد بالدراهم بل ميزان بالقناطير فهذا المال هو قد يكون المزين هو الله تعالى الله تعالى قد يزين لك هذا المال فنعم المال الصالح للعبد الصالح رجل من الصالحين قال الله المال فوينفقه على أهله ودويه ويوسع به على الفقراء والمساكين والمحرومين والأيتام والمرضى هذه نعمة نعمة عظيمة الذي أعطاه الله هذا المال فهو ممدوح شرعا ومحمود لكن قد يكون الذي يريد يجمع المال فقط ليتفخر ويتباهى به على الناس ثم يتكبر على الضعفاء ويتجبر على الفقراء فهذا مذموم فالمزين هنا الشيطان زين مبني للمجهول من الذي زين الشيطان يعطيك المال الوفير لا خير فيه لا خير فيه إذا كان عندك مال وفير وتجمعه وتتفخر به وتتعالى على الناس هذا المال لا خير فيه هذا عذاب عليك أن تخلص منه أما إذا كان هذا المال تجعله للنفق والتوسي على العيال ثم للإعطاء لمن حولك من الفقراء والمساكين والأيتام وإفرحهم فهذا نعم المال نعم المال الصالح للعبد الصالح والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة هذا نوع من المال كان عند العرب قديما هو الخيل الخيل المسومة هي الخيل المرعية الخيل المعلمة الخيل الرائعة الحسناء لأن العرب عندهم خيل يجرون الأثقال والعربات وهناك خيل للتباهي بحل الخيلة أو أصحاب التموردة عندهم خيول كتلقى أعزوا إليه من ابنه تمسعينه ما تمشي الخيل دياله عزيزة الخيل المسومة كتلقى كتل فيها وينفق عليها ويتعهدها بالنظافة ويقعها الدوائد مارضة عزيزة وهذا المال الخيل يكون عظيم والخيل معقود فيها الخير إلى يوم القيامة هذا الخيل كانت عند العرب من أجود الأموال وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ستبقى هذا الخيل كأحسن الأموال إلى قيام الساعة يعني كل عصور إلى يومنا هذا معلوم أن اللي عنده الخيل المسومة رغم الأثرياء رغم الأعيان لا يستطيع أن يكسبها إلا إذا كان ثريا هناك الأمراء والسفراء وعليا القوم والناس الأثرياء هم الذين يمتلكون الخيل المسومة ماشي الخيل التي تجر العربات والأتقال هذه المقهورة مسكينة فقال لنا من يزينها هذه الخيل المزين إذا كان الله تعالى معنى أن الإنسان إذا كان يحمد ربنا على ما سخر لنا من هذا المركوب هذا مسخر الله تعالى قال لنا ودللنا لكم فمنها ركوبكم ومنها تكون يعني مسخرة فكي استعمل الإنسان إما لتبيى الفرحة والسرور وأنه شف نعمة الله عليه يكون المزين هو الله أما إذا كان يستعملها للتفاخر يركب فق منها ويحتقر الآخرين أنتم ما تستطيعوا أن تصلوا إلى مستوى الرفيع يتفخر ويتعظم هنا المزين الشيطان زين للناس والمبنى المجهول هو الشيطان والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط والأنعام ما معنى الأنعام الأنعام هي أربعة هي الإبل والبقر والغنم والمائز هي التي أكل لحمها هذه الأنعام الأربعة هي خير المال اللي عنده الإبل رأى عنده خير المال ولي عنده البقار رأى ربي كرمه ولي عنده الغنم ربي أزه ولي أعطاه المائز ربي فرحه ولي أعطاه شيء كله ربي غناه هذا من أجود المال والناس اللي هم في الفلاحة يعرفون قيمة هذه الحيوانات هي أصلها مال وفير لكنه حيوانات حية ترزق إذا كان الإنسان تعقل الله هذا النائم كله ويشكر على ما أعطاه ويأكل منها ويدبح ويتصدق وينفق هذا مال خير هذا مال عظيم الذي يزين الكسب يبقى يكسبه ويدي الفيرمات ويعود يوسعها ويجيب الطبيب البيطاري ويعتني بها هذا ربنا عز وجل أكرمه هو الذي زين العمل الصالح لأن هذا العمل بالنس يعيشوا وكي يستمروا في الحياة ويأكلون ويشربون ويتنعمون ويشكرون المولى فالمزين الله أما من أرد أن يجمعها للمضاربة وللتفاخر وللتعظيم وللاستغلال فالمزين الشيطان والخيل المسومة والأنعام والحرط الحرط هي الأراضي الفلاحية المتخدة للغرس والمعدة للزراعة هذه الحرط أراضي إما فيرمات إما بيعات إما مزارع إما وإما كل هذه دليل على المال هذا ما الوفير الفلاحة والزراعة من أعطاه الله له أعطاه الغنى الغنى الوفير والخيل الكثير هذه الأمور كلها هي محببة للإنسان زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك مثاع الحياة الدنيا ربي عز وجل في الختام قال لنا هذه الأمور كل لكبلكم بأنه ذهب وفضة وأنعام وقناطير كل هذا ره مجرد متاع لا تغترون به اسألوا من ودع الدنيا تركهم ورحل بدونهم هذا كل متاع حياة الدنيا وزنتها لأنها هي عملة حدها الدنيا الآخرة عملة غير مقبولة العملة للآخرة هي الحسنة ربنا قال لنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب هذه النعم الزائلة لا تنفع صاحبها في الدار الآخرة واللي تنفع صاحبها هو حسن المآب أي حسن المرجع الله تعالى يمنينا بأننا سوف نعود إليه وسوف نلقى حسن حسن مآب فالمقصود أن من أته الله الدنيا عليه أن يستمتع بها هذا حلال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالص يوم القيام فكل هذا مطلوب لكن ربنا سبحانه وتعالى ينبئنا بتجارة أعظم من هذا من أراد أن يفوز أكثر من هذا من أراد أن يكون في القمة من أراد أن يكون في الصدر ما علي أن يفعل هو أن هناك أساليب أخرى للغنى وللامتلاك قال الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الله عز وجل سيدلنا على البديل وهكذا أسلم القرآن القرآن العظيم يطرح القضية ثم يأتي بالبدائل ثم يرغب ثم يرهب ثم يربط القلوب بالله هذا منهج القرآن دائما يطرح ربنا قضية معينة إشكال ثم بعد ذلك يعطينا البديل نستع السياسة خصوموا فهموا هذا المنطق القرآني إذا حرمنا وإذا منعنا شيئا أين هو البديل لابد أن تعطيني البديل والبديل يكون ممكن التنفيذ ممكن الحصول عليه وبأقل تكلفة ثم ربنا يستعمل أسلوب الترغيب طارة وأخرى أسلوب الترهيب هذا من ما التربية لأن الإنسان بطبعه لا ينفع معه الترغيب على طول كما لا ينفع معه الترهيب على طول بل لابد أن يكون هناك توازن بين الترغيب والترهيب وفي الختام يفتح لنا باب الأمل ويربط القلوب بالله جل علا كل هذه أدول معنى القرآن جميع الآيات التي قررتها في كتاب الله قد تسير على هذا النصق يقول تعالى البديل قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار هذا هو البديل القابل للتنفيذ الله تعالى الله تعالى يخبرنا عن هذا البديل فيقول يا محمد قل للناس هل أنبئكم هل أبين لكم ما هو أفضل عند الله تعالى ولكم من هذه الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذغب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط هل تريدون أن أنبئكم بأفضل من كل هذا قالوا ما هو هذا الأفضل قال للذين اتقوا عند ربهم جناتهم تجري من تحت الأنهار الذين اتقوا يعني أن الإنسان يحرص على أن يكون من المتقين إياك أن تغفل إياك أن تفوتك هذه المعاني الحياة قصيرة سرعان ما تنضي إذا فتتك هذه المعاني بعت ضياعا كبيرا للذين اتقوا التقوى ما من التقوى التقوى كما عرفها سيدنا علي ابن أبي طالب بمعنى مركز قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لابد أن يكون عندك هذه المعاني تقوى الله خوف من الجليل دائما تستشعر بأن الله معك ربي يسمعنا ينظر إلينا ربي معنا أخشى أن أفعل شيئا لا يرضيه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ما في القرآن العظيم من أحكام وفي السنة المطهرة أعمل بها وأسعى لإرضاء الله والرضا بالقليل يعني ربنا لما يقسم الأرزاق ويقسم المتاع في الدنيا جعلنا متفاوتين نصيبك عليك أن ترضى به يعني أنت لست مسؤول ولا الوضع العام مسؤول إنه قدر الله وقسمة ونصيب إرضاء بالقليل حتى ياتيك الله الكثير والاستعداد ليوم الرحيل دوما العبد المؤمن مستعد بأنه هنا في الدنيا كأنه عابر سبيل كأنه مسافر أو ضيف أو عابر سبيل سوف يرحل كيبني الضار وكيزينها وكيعرب بأنه سيرحل وغيرت بقى الضار في مكانها كيشري السيارة الفارهة يسوقها ويعلم بأنه سيرحل ويتركها للورة ينشئ الأرصد البنكية ويملأها ويعلم أنه لن يأخذ شيئا منها ويساهم في أشياء كثيرة لكن يبقى له ثوابها يبقى له أجرها إن فعلها طاعة لله أما إذا فعلها تفاخرا وفعلها من باب الكبرياء والعجب ضيع عليه كل شيء بماذا يعيدنا الله تعالى جنات الله أكبر جنات مش جنة واحدة هي جنات لأن الجنة لما تدخل إليها فيها رحلات مرة كتمشي الوحدة العالم دي الجنة واليوم الموالي كتمشي ترحل عالم أخر واليوم بعده عالم أخر ليس هناك جنة واحدة ستصاب بالملل الكوكب الأرضي في قارات مرة في أوروبا مرة في أمريكا مرة في روسيا مرة في إفريقيا مرة في القطب الشمالي المتجمد مرة في القطب الجنوبي المتجمد مقرات متعددة وفي البلد الواحد هناك أقاليم شمال والجنوب والوسط أما الجنة فربنا عز وجل قلق هي جنات عوالم كل مرة تسافر ليس لها حدود وكل جنة عرضها السماوات والأرض عرضها أما الطولها لا يعلمه إلا الله هذه الجنة تجري من تحتها الأنهار ما في أزمة عطش ولا أزمة ماء الأنهار من كل مكان الجنة مليئة بالأنهار بدون مجرى ما في مجرى الأنهار تمر أمامك أنهار من ماء غير آسم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لدة للشاربين أنهار كثيرة العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك ثم قال خالدين فيها الخلود الأبدي نحن في الدنيا الآن نعمل ودائما نقول متى سأحصل على التقاعد وكم سيتبقى لبدا التقاعد وكم سأستمتع فمن الآن أي متعة أشعر بأنها معكرة لأن هناك تحسب الموت في أي لحظة والموت لا تنتظر منك أن تتقاعد الموت قد تأتي في أي لحظة يموت الشباب ويموت الصبيان ويموت الغلمان ويموت الكبار والصغر فالإنسان في الدنيا دائما مهدد بالموت إذا أصابتكم مصيبة الموت إن تأتيكم إلا بغتا لكن في الآخرة في الدار الأخرى ما في موت ربنا يقول لملك الموت يا ملك الموت موت فيموت ملك الموت وينادي مناد خلود لا موت أبدا هذا معنى خالدنا فيها أبدا يعني ما كثير لن تنزع منكم الحياة مرة أخرى ستعيشون وسوف تستمتعون وكل يوم لا يشبه الذي قبله كل يوم هو في شأن ما في روتين وأزواج مطهرة للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خبن فيها وأزواج مطهرة الله تعالى يعطيك أزواج هي أطيب وأنبل مما تضن ما عندها هذه الأزواج نقصان الذي في الدنيا مثلا الرجل في الدنيا قد يرى المرأة فيها نقصان أن مثلا يأتيها الحيض مثلا في مدة الحيض لا يقربها ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض أو هناك ربما قد تكون المرأة لسانها صليط أو تكون قلقة ضجرة في كل وقت أو تكرأ أهلك وأحبابك أو أنها تكون محبة للمال هذه الصفات سيئة في الدنيا ربنا عز وجل يزيلها النساء في الجنة طاهرات عاففات طيبات حلوات حسنوات وهؤلاء النساء ما فيهم لا حيض ولا نفاس ولا خبط ولا أذى كل ما يعتر النساء في الدنيا ما فيش كذلك الرجال أيضا الرجال في الجنة ليس كرجال الدنيا الرجل قد يكون ربما فيه شك فيه نكد فيه من فيه عدم عناية بشكله وبنظافته كل هذا ما فيش يعني الرجل في الدنيا على صورة يوسف عليه السلام قمة الجمال وقمة البغاء وقمة النظافة والطهر والعفاف ثم لما يدخل الله أهل الجنة إلى الجنة ويتناعمون ويجتمع الأزواج والأولاد والأحباب والأقارب يقولون يا ربنا هذا نعيم عظيم هذا نعيم كبير الجنة أعد الله فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقول الله تعالى هناك ما هو أعظم من الجنة يقول يا ربنا ما هو الأعظم من الجنة الجنة هي أعظم شيء كنا نبحث عنها وقد أكرمتنا بها حصلنا عليها الجنة فيها نعيم الخيال لا يقبل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يقولهم الله عز وجل هناك ما هو أعظم من الجنة ما هو ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أعظم ما في الجنة هو الرضوان الله تعالى يرضى على عباده المؤمنين وإذا رضي الله عنك وسمعته أنه يرضي عنك ستشعر بشهوة ولد ومتعة لا تعادلها لا متعة الطعام والشراب ولا متعة النساء والأولاد والبنات ولا متعة والرقوب والسفر ولا متعة الأمجاد أعظم متعة أعظم لد وهي رضا الرحمن يقول ربنا عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر أكبر شيء في الدنيا في الآخرة حتى قيل إن عذاب أهل النار النار والناس يتعذبون فيها والجنة يتناعمون فيها ما هو سر العذاب وما هو سر النعيم بعض العلماء قال لك ليس سر نعيم أهل الجنة وما فيها من طيبات وشهوات وملدات وحوريات وليس عذاب النار وما فيه من جحيم بل أعظم ما في نعيم الجنة هو رضوان الله الأكبر ورؤيته ومكالمته وأخطر عذاب في النار هو أن الله تعالى حاجب نفسه عن أهل النار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أهل النار يقولون إن النار تحملناها لكننا لم نتحمل أننا حرمنا من رؤية الله ورضوان الله والمكالمة مع الله والمحادثة مع الله لنا أكبر نعمة وأن الله تعالى كل جمعة يسمى المزيد يرفع السطار فيجتمع مع عباده المؤمنين بل فيه بعد الروايات ليس كل جمعة عند كل صلاة لما نصلي لله تعالى ونستقبله المحافظين على الصلاوات الخمس عند كل صلاة الله تعالى يستقبلك كنت تصلي لو في الدنيا وأنت لا تراه فيقول لك يا عبدي ها أنا دا أتجلى لك في الآخرة خمس مرات في اليوم ربك يتجلى لك أما الداكرون لله في كل وقت وحين فالله معهم بكرة وعشية لأنهم في الدنيا لا يفترون عن الدكر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم تفضلا وإكرما أحبابنا في الله إذا أردتم أن تعرفوا أنفسكم هل أنتم من من هؤلاء أم لا ماذا علينا أن نفعل الصفات التي ذكرها الله في ختام الآية ماذا قال أهل الجنة وأهل النعيم وأهل الرضوان الأكبر ما هي صفاتهم لا تحتاج إلى دراسات معمقة ولا إلى أبحاث فيها متاعب بل الأمر بسيط للغاية يقول ربنا عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا دنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمثقين والمستغفر بالأسحار هدهما الصفات أول صفة أيها الأحباب الكرام علينا أن نلتزم بماذا بالإيمان بالله دوما نحرص عليه أن يكون في قلوبنا الإيمان بالله تعالى هو رسل المال دائما نجدده جددوا إيمانكم بقولكم لا إله إلا الله ثم بعد ذلك الاعتراف بالخطأ والذنب بين يدي الله نحن نخطئ لا عيب في الخطأ لا عيب لا عيب في الخطأ لا عيب أن تقع في السيئة لكن العيب أنك لا تستغفر لكنك العيب أنك لا تعترف بذلك بين يدي الله وتقف بين يديه منكسر الجنح الاعتراف بالدنب يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار نسأل الله تعالى أن يحفظنا من النار ثم قال الصابرين الصابرين الدنيا فيها فيها متاعب هناك من يصبر على البلاء وهناك من يصبر على الشهوات وهناك من يصبر على الشبهات فكل مننا مبتلى تلك يبتلى بالابتلاءات الفقر والمرض والنزاعات العائلية هناك من يبتلى بالشهوات كتقى نفسه محب للشهوة باغي النساء باغي الخمر باغي الليالي الملاح يقول لك لم أتروى بعد أريد أن أستمتع الشهوة تشده وخوة ما باغيش عارف أنها حرام لكنها تشده وهناك من يبتلى بالشبهات كيبقى عنده الوسواس من خلق الوجود من هم الآله من خلق الله من وضع كذا كيبقى الشبهات صعبة جدا وإذا آمن بالدين هل سن حق أم هي ملفقة القرآن حق أم هو مفبرك كيبقى الشبهات والعياد بالله فهؤلاء يصبرون إذا جاءتك أي ابتلاء اسبر كن مع الله تعالى تصبر على طاعة الله وعلى المعاصي وعلى أقدار الله ثم أن تكون من الصادقين الصادقين لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة إنسان في الصدق من علمات المؤمن أنه لا يكذب أنه لا يخون أنه لا يراوغ المؤمن صادق مثل المرآة يعني ظاهره كباطنه الصادقين والقانتين القانتين لربهم أنه دائما المؤمن يأخذ نصيبا من الليل مرة مرة كنفق في جوف الليل وكم قول هذه هذه مبادرة بيني وبين ربي ربي فرض علي خمس سلوات في اليوم والليلة كفا ولكن أنا أخذ مبادرة مرة مرة بالليل أستيقظ والناس نيام وأتوضأ وأصلي لربي قيام الليل وده يسمى القنوط القانتين لربهم والمنفقين المنفقين إنسان يكتسب المال ويقتطع شطرا من ماله للفقراء والمساكين والمحتاجين لا يأخذ المال كله حتى لو كان قليل عند غير تلتالف درم في الشر كنأخذ منها واحد شطر كنقول هذا نصرف دراهم صدق للفقراء والمساكين عندي كثير أخذ شطرا كبير وأعطيه للضعفاء والمحتاجين ثم بعد ذلك أنهم يطلبون المغفرة دائما يطلبوا المغفرة في كل وقت وحين من الله سبحانه وتعالى هذا مقصد قولي تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستفرين بالأسهار نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل لنواصل هذا اللقاء المبارك ويسعدنا أن نفتح خطوطنا للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-66 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 أحبابنا الكرام قبل قليل توصلنا بمكالمة من الأخت فاطم الزهرة من ألمانيا تقول بأنها تتعرض لبلاء شديد وأنها تواجه مشاكل الدنيا لا حصل لها بعد طلاقها أصيبت بمس وعندها ظروف ربنا الوحيد يعلم بها واتخذت الأسباب للعلاج ودفع هذا البلاء ولكن لا زال الأمر كما هو اتصرت أختنا فاطم الزهرة وكتقول لكم أيها الأحباب الكرام بغتكم ترفعوا حد دعوة لها عند الباري عز وجل الذي هو صاحب الأمر واللي هو الشافي واللي هو العافي واللي هو على كل شيء قدير ندعو لها بالفرج فاللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين نسألك اللهم بأسمائك الحسن وصفاتك العلا يا دا الجلال والإكرام نسألك اللهم أختنا فاطم الزهرة اللهم ارفع عنها البلاء اللهم فرج عنها المكروب اللهم خفف عليها ما نزل اللهم شفيها وعفيها وداوها يا رب أنت طبيبها وأنت معالجها يا دا الجلال والإكرام رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقم ولا يبقي ألم اللهم يا ربي اجعل الخير لها في القريب العجل اجعل هذه الساعة وهذه الليلة آخر أحزانها وآخر همومها واجعل يا ربنا الخيرات والبركات في القريب العجل اللهم عجل لها بالفرج اللهم عجل لها بالفرج وهذا الشعبان على أبواب رمضان وتقول بأن إحدى قريباتها الأخت مروى أيضاً عندها من البلاء ما الله بعليم نسألك اللهم أن تفرج عنها وعن أهلها وعن دويها يا دا الجلال والإكرام يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا حي يا قيوم برحمتك نستغيط اللهم يا رب فرج عنها وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ببركة الصلاة على مولانا رسول الله اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله ما ذاق أمر إلا فرجه الله قولوا معنا جميعا امين 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 يا ربي يا كريم حول الى ارض الوطن الى طنجة معنا للا مريم اهلا السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي بنتي يا ربي بارك الله فيك الله يطول عمرك أستاذ بارك الله فيك الله شليك السكوري انا عيت لك باش نعود لك القصة ديالي وبريدك الدعم عي الله يسهل أمرك أستاذ يا بنتي الله يوقف معك معسي بارك الله فيك انا واحدة بنت مريم في طنجة دست واحد لك فيضم حديثة سير وثالث في عويلاتي في جوج في قتل بارتار الله أكبر وكنت دوما ديال في الميدان الصحي ومشأت لي يعني دست لك في دوم شايا يشوف من الحمد لله ربي اخذ لي عويلاتي واعتاني بني سويد هيبت الله وعبد الله اللهم عليك الحمد هذا بسيلا في الدنيا خطب له اللهم عليك الحمد عليك لا إله إلا الله وبالفضل ديالك أستاذ دائما كنت سمعلي الحمد لله دائما كنت نطليك تسعطينا القوة الله يسهل أمرك أستاذ ويجازك بخار ويكثر خارك وكنت شكرك وكنت شكرا من هذا المنبر هذا الأخذ والذي معنا في القناة ديال شجرة الأمل للمكفوثين حتى هو مسكين وقف معايا الله يقف معاه والله يعطيه وتعرفت على إخوان وحدين أخرين حتى هوا مصحاني في نفس الإعاقة الله أكبر يعني في هذه القناة هذه الحمد لله كان طلب ربي من هذا النهار هذا وهذا العواش ربي سحيل عليهم كامين ويقف معهم وكنت شكرا لنا فيك يقفوا معنا في هذه القناة الله يعطيهم صحيحهم كيشجعونا وكي تدعمونا في هذه القناة الله يسهل أمرهم يا رب يا كريم وشكرا جزا فسيك وريفين بلسطة الكامل كيرجعي لك لله تعالى سبحانه الله يحفظك ابنتي الله يضع عمرك أستاذ بارك الله عافك أستاذ بوستي غدبين معايا ومعاولي باتي ومع الوليد عندي يدعي لي بالرحمة ويربي يحفظ لي الموامد يالي خليها لي ويدعي لي مع صاحبتي بالدرية الصالحة إن شاء الله يلا تزوجات كانت من الناس إذا ربي يسهل عليها بوددات والأخ زاوة حتى هو ربي يرتقوا بالدرية الصالحة وكان سلم على البنات كاملين اللي معنا في القناة كانوا فصلهم إسلامي وكان بارك لهم العواشف وما يخذك أستاذ الله يطول عمرك ويعطك عفوا بنتي عفوا بنتي مريم احنا شرف لنا وكان شكرك وهنيئلك يعني رغم هذه المعاناة لذكرتها بنتي مريم رغم كل شيء يعني كنلمسه في النبر الصوت يديلك الطمئنة والسكينة والرضا بالقضاء والقدر وهذه العلامات تعلق الإيمان واليقين هنيئلك لأن لو غيرك وقع له هذه الوقائع وهذه الحوادث وفقد البصر وترطي هذه الابتلاءات كان غادي ربما يشعر بالتشاؤم وبالتذمر واليأس وربما قد يناجي ربه لماذا فعلت بكذا وكذا هذا عند الناس دعا في الإيمان لكن الناس لأنهم قوة الإيمان واليقين يكونوا يتكلموا بحيث شكل ديالك عندهم الطمئنينة عندهم السكينة ويكفي شرفا أن الله تعالى يباهي بهم الملائكة انت يا بنتي مريم في هذه الحالة لعل الله تعالى العلي العظيم يباهي بك الملائكة في السماء يقول يا ملائكتي انظروا إلى أمتي مريم شوش حل ديالبتلاء تطيتها ومع ذلك لاحظوا كيف أنها أنها صابرة ومحتسبة وأنها لا تشكو حظها التعيس بل تقول الحمد لله تعالى هنيئلك يا مريم أسأل الله جل جلاله أن تكون هذه الأحداث آخر أحزانك وبعدها يأتيك الله تعالى بالفرج والأفراح والمسارات ويعطيك قوة البصيرة ويفتح لك أبواب الرزق والعطاء ويجعلك من أهله وخاصته الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى وجعلك يوم القيامة مع النساء النبي المصطفى في جنات النعيم ومع فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الجنان وأسأل الله أن يبارك لك في الولدات الله ينبتهم النبت حسنة وربي يعوضك فيهم يجعلهم صالحين طيبين مجتهدين ناجحين فالحين وجميع الناس اللي يتعاون معاك الله يجزيهم بخير تلبوا الله تعالى يغنيهم من فضل ويعوض لهم بالعشرات والمئات والألاف يا رحمن يا رحيم وكيف جمعنا الله تعالى في هذه الساعة المباركة نسأله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفوق جبل عرفة ومينا ومزدلفة ويوم القيامة يجمعنا وإياكم في جنات النعيم مع الأنبياء والمرسلين والأولياء المقربين آمين آمين يا أكرم الأكرمين ونواصل أيها الأحبة الكرام ونتحول إلى بن جرير معنا السعب الإله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الله عمي الحز حياك الله حياك الله سدعب الإله الله يحفظك ورعاك مولي كده مع الصحيحة وكده الأخ سامي في الإخراج معنا لي لهذه أي نعم سي سامي دائما في الخدمة والله إلى رجل طيب ورجل فاضي الله يخليه لنا الله يخليه الله يحفظك أمولي دائما هو كدير واحد العمل كتير ولا يظهر ما كيباش في المدينة ولكن سي سامي هو اللي يمسك الخيوط كلها ويستقبل المستمعين وينسق من المكالمات ويقدم الخدمات فجزاه الله عننا خير الجزاء أمين أمين ودي عمي الطيب والليلة هذا هو المدنون فيه كل شيء يشكره قال الإخوان كيشكره وعملي هاد ذكرتنا هاد الليلة هدي المباركة ذكرتنا بالله سبحانه وتعالى ليلى هيد الله وتزدت القلوب دينا وتشوقنا الله تعالى يعني الإنسان غير يرضى بدك شيء يقسمني الله تعالى وربي كبير ربي كبير يا رب كل ما كدس الدباب كيتحل أبواب كبيرة وكبيرة جدا أنا عن زريب ودي عمي الطيب كتتمرد من شيء ضروف لي صعيبة وصعيبة وتك نقول هادية اللخرة وإذا بيتك يتحل شباب من الأبواب الكبيرة سبحان الله أعطى الله كريم وأعطى الله إذا أعطاك المولى كما تقول عمي الطيب أدهشك يعني الإنسان يعيش على التفاؤل ويعيش على الأمل ويعيش اليوم اليوم بطوله وعرضه ولا ينسى الأوقات الصلاة تعطي الإنسان رفع وتعطيه رفع في الدرجة وتكون عندك الزوجة الطيبة ويكون عدتل ولدات ديالك تكون ملكة تدخل بلدات ديالك وتلقى الزوجة فرحانة وللدات فرحانين كتزيد سعد في قلبك عنه وكان ديد شيء سجد شكرا لله شكرا لله يا إكرامة وكان ترحم على المرحومة بالرحمة والمغفرة والحمد لله الله بأمين إن الكلاءك صعيب صعيب ولكن الحمد لله ربي جاب تسير وربي الحمد لله فتح لنا أبواب وأبواب سمعتها أمي يا مولي والله أمي لا إله إلى الإنسان كتفرح في القلب ديالك من اللي كتنشي كتكون من عمار بيت الله ومن اللي كتختل خطوات لله ومن اللي كتكون إنسان تحب الله الله كيتجل عليك واحتربي كي يعطيك شي بشارة ديال الخير في المنام كي بشرك الله تعالى وكتعيش أنت دايما فرحان دايما سعيد دايما القلب ديالك مطمعا والعرزق تأتي من هنا ومن هناك رزق تأتي إليه ورزق تأتي إليك والله يقول الإخوان كتلقى ديك المحبة ديال الخلق بين الناس كتلقى عندك ديك الحضوة كتقول هادي من الله هادي من الله فضلا من الله وإكرامه ومن يعمى بيله واللي بغي يتعرف علينا أكتر فأكتر فيدخل لهديك القناة المحبوبة اللي الحمد لله فضل بعض الله سبحانه وتعالى والدعم ديالكم يا عمي الطيب الحمد لله هذه القناة ترغادي اللي إن شاء الله خطاة خطوات للأمام أمال للمكفوفين ودير معاناة عبد الإلام بن قريب ويعيش يشوف الظروف ويشوف الإنسان كيفش يعيش لا إلهي الله عالوا لي دبا يدعا معك عمي وخاموا لي وخاموا لي بارك الله لا بسكرا لبس عليك لا بس عليك أولدي كل شي بخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحفظك الله ينبتك نبات حسنة بحي مع بابا أمامة ميسارية أيها بابا الله يرحمها الله يوسع لها الرحمات الله يجعل في أعليين الله يجعل في أعليين لا إله إلا الله هذه الوليدة الله يحفظ وليك الله يخليه ليك السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا